اشتركوا في القناة امريك بول كفتر قبل ان تلقى المباراة فتلي رايان بالفعل غيات الاجام بيصار مداري بول كفتر مداري منتخل من السابق حتى يخبرنا اكتر عن هيد المباراة ياللي ما راح يكون عب شارك فيها لعيبة الاجانب طبع التضامن راح نسأله عان نقطة للكوتش كوتش no matter what happens today تضامن will qualify to the semi-final as top of the group we saw that you're resting the foreign players and you're playing with a pure Lebanese line-up what do you have to tell us ahead of this game well the objective here is to have our young guys get experience and what other better opportunity to have them play in a game like this where win or lose we're still in the same position so i'm happy to have all of our local players get excellent experience in this game we saw the last game during in which the play you played versus Hometman like Hometman were leading for the 38 minutes and you managed to get a win at the end what do you have to tell us about the identity of Tadamun this year it's gonna be a bit different than what we saw last year with the other coach well sure we have a young team two 19-year-olds two 20-year-olds 22-23-year-old guys our imports are young so our idea is to play full court pressure defense and play fast the whole game and see what happens thank you coach good luck you thank you coach good luck thank you Woodward you good luck good luck thank you I'm that's great I'm 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تسديدة ثلاثية من فريد ابو جودة الريباوند لألبرت ألبرت زينون تطلع الفاس بريك مع طم عمار معطوعة من عزيز عبد المسيح اللي عابي كتير أتلتك روني فهد بيخد التسديدة السلاثية وبسجل فهد عن الأرق بداية قوية لفريق التضامن اللي عم يتقدم بفريق أربعة بديقول بعد هالمبارات الساعة ستة ونص مبارات منتظرة مبارات قوية جماهرية بامتياز رح تكون هومنتن والمتحد يعني متوقع يكون في جمهوري كبير عم واكب هالمبارات بأرض الملعب والمبارات بتذكر الساعة ستة ونص هتكون لايف على الالبيتو ريباوند للطبارة وفيتر الأوفر على فريق التضامن فريق ميروبة العمي لعب بأجنبيين دانيل أورتون وكيفين روجرز كالفين كايتش بعد ما عم بيشارك فريقه بسلب إصابة فؤال عناتي بيخترق ما بينجاح كمان ريباوند التالت لبلال ثلاثة ريباوند لبلال طبارة روني فهد روني بيخسر الطابة لصالح كافن مع ألبرت زينون وفي ووكين ووكين على ألبرت بالريبلاي عم نشوف هون تردد بين يرد الطابة أو يعمل كمان روني فهد ياخد تسليد السليسي ما بسجل بلال طبارة ممتاز يا بلال أربعة ريباوند لبلال طبارة بدقتين ونص بلال لا يا بلال يا طبارة كمان عم نسدد عن الأرض بنجاح خمس نقط لبلال طبارة بداية قوية لفريق التضامن عشرة ثلاثة دانيال أورتون بيخترق على السلة بسجل دانيال أورتون يعني لاعب الأكس أم بي أي عملاء بكل معنى الكلمة يعني أكيد جرار حديديان أو بلال طبارة أو عالي فخر الدين رح يعانوا لحتى يقدروا يوقفوا دانيال أورتون بالقوة اللي عنده إياها تريث رو ما بينجح فيها بلال الريباوند رقم خمسة لقلو بالجيم شكري عميزة لخمسة روني فهد كمان بسدد ما بساجل الفهد البوزاشن بترجع من جديد لصالح فريق ميروبا لتدعي على امطلاء المباراة خطأ لصالح توم هنا بفري ثرو العولي بسجلها توم عمار داني ما بينجح فيها لفؤاد عناتي ومحاولة صليسية لكافن روجرز هيدا التانية اللي إله بها المباراة الفارق نزل لنقطة وحدة بس رعوني فهد لبلال جرار حديديان كمان للفهد كابتن فريق التضامن بيخترق بيعطي بلال بلال برو على السلة وهون في خطأ خطأ بالإعادة عم نشوفه لصالح تبارا خمس طاعة خمسة ريباونس لبلال بسجل محاولة الأولى وهيدا نقطة السابعة أرقام ليفتي لبلال طبارا بيرجع بيعطي تقدم ثلاثة لصالحة فريق التضامن بوقت دانيال أورتن تحت السلة عم يسجل نقطة الرابعة وهالمرة بيأسس من طعم روني فهد روني بيخسر الطابة كونترول من كابن روجرز خطأ من فريد أبو جودة لصالح كابن تحت أنزار المدرب قافطر ريباوند لجرار حديدين تسديدة سوليسية من بلال ما بينجح فيها كمان ألبرت على الريباوند ألبرت زينون بروح بالفاست بريك وفي خطأ لصالح ألبرت وخطأ قاسي كل السلامة لألبرت عسليني المدرب اللي نصر عم يحكي لاعبه ألبرت زينون وعم يطالبه إذا ببدلوا أي أولاء بيقلوا أنه فيه يكمل بضيع المحاولة الأولى زينون تسديدة سولة تسديدة سولة تسديدة سولة تفجل تانية وحدين اثنين تعدد الفرقين على نقطة 12 قلال لفريد جرار حديديان اللي عب يسدد كمان من المسافة البعيدة يسدد ويسجل جرار خمس نقط لجرار حديديان كمان طوم عمار ما بينجح بالمحاولة كونترول على الريباوند ممتاز بين جرار وعزيز عبد المسيح لعبيد تضامن بالفعل يعني فريق مشاكس بقاتله بشكل كتير كبير على كل طوبي بلال طبارة بلال استبك بياخد التسديدة بيسجل تسع نقط لبلال مباراة كبيرة عم يعملها طبارة حتى لصالح دانيل أورتن جب عليكم تسع نقطة تسع نقطة تسع نقطة تسع نقطة انتظر بلاعبي التضامن بسجل كمان دانيل فقط السيتسي يعني بالمباريات السابقة بهالدورة كان عنده فرسنتج تلاتة وخمسين بالمية اليوم بلش بفرسنتج كبير وفريد ابو جودة كمان بمحاولة ثلاثية عم بسجل اربع ثلاثيات لفريق التضامن اللي هلأ بالجيم اتنعشر نقطة من اصل عشرين فريد ابو جودة كمان شغل بالأسست عنده ثلاث تمريرات حاسمة كافن ما بينجح بالمحاولة كنترول على الريباوند من جيرار جيرار حديديان بيخسر الطابة لصالح فؤاد عناتي وفي خطأ لصالح فؤاد تايم اوت قبل أربع ثلاثيات واثنعشر ثانية لا يوجدوا لا يوجد تشهد اذا كانت تشهدتك وبنى quieres俺 لا يستعمل هل這樣 يستعمل التشهد تقول تستعملتك تشهدتك فكلا انتبه على المتطع كما لا يفعله هناك تشهد لمناعني بهذا السن لقد نتتعلم مبسات بعض المد Satin ح Mist عريق الذي فهل الجدعي ليا Wu اعافي انا شكل 5 اكثر عملاً لديا غير مدينس فل رحل أرى الوأعى هل يجب أن تسوئ لعشوب الاحظام هل أشاركا و هل تزورونه؟ لا تتوقع أنه سيقوم بما يتبعه علينا كلها، لأ σας تحقيق في تحديد يمشحات الاحظام يقول الاحظام يقول الاحظام تريد قليلا تريد تشربة 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 وكان لكيوجد لديها أكثر من فيول أوسي فرينا نرجع على أرض الملعب فؤاد بضيع المحاولة الأولى سجل الثاني حلوة كتير الأسست حلوة كتير يا فهد تمريرها ولا أجمل والطبارة عم يسجل نقطة الأحداش أول لعب عم يعمل دابل فيجرز بدنا تلاحظوا ما لا تمريرها واليوم بلال طبارة أون فاير ما عم يتهدأ أبدا لا من برا ولا من جوا ولاحظوا أرقامه عم يسجل نقطة الأطناعش كمان تمرر لدانيال أورتون تحت السلة بسهولة يعني لازم دانيال أورتون يكون كثير مرتاح اليوم بالجايم ما في سايز تحت سلة قدر يوقفه يعني حتى السايز اللي عنده قادر يقف يعني يقدر يسجل على حي الله لعب ارتكاز حتى الأجانب يعني أغلب الأجانب كيف إذا ما فيه لعبين أجانب بوجهه لأنه اسم الله يعني سايز مخيف لدانيال أورتون بسجل الفريترو نقطة تسعة بيرجع بنزل الفرق إلى خمس ناط روني فهد لجرار حديديان بسجل كمان جرار نقطة تامنة تانية سلسية ناش حلق له بالجايم بتمريرة تانية حاسمة لروني فهد الفرق عم يرجع يطلع إلى ثمانية طوم عمار كمان عم يتجح من المحاولة طوم مقطة الثالثة يعني ميروبة ما عندهم ولا اي شانس يتأهلوا للسوموفايل الحسم راحك لهم بين المتحد وهم انتمن على المركز الثاني بعدها المباراة الساعة ستة ونص روني محاولة سلسية ريبوند لطوم فؤاد عناتي بمرئ لدانيال أورتون ألبرت زينون بيخترق لكيفن روجرز كمان توم عمار محاولة سليسية الطابب تطلع للآوت والبوزاشن ترجع لصالح التضامن فريد أبو جاودي الفهد قلال قلال طبارة ما بينجح بالمحاولة الريبوند لدانيل تانيال أورتن تحت السلة بسهولة مقطة 11 الفقرق بيرجع بينزل لأربع ناط خطأ لصالح عزيز عبد المسيح اللاعب يلي سبق وكان يلعب بالدرجة الثانية مع فريق المركزية واحد من أفضل الفرق بدرجة الثانية بوتنشي الكبير كمان لعزيز تستيدي سليسية ما بتنجح كيفن على الديفانسيف ريبوند ونقطتين لألبرت زينون السريع الفرق عم يزل لنقطتين بس برجع مذكر يعني فريق تضامن عميلة عم من دون ولا أي أجنب روني فهد كمان ما عم ينجح كيفن على الريباوند توم عمار بسجل توم نقطة الخامسة للعمار وتعادل الفريقين قبل ديئة ونص من نهاية الكورتر الأول جرار لاروني عزيز عبد المسيح تستيدي سليسية بسجل عزيز الأسست الثالث لاروني فهد تورن أوفر على فريق ميروبا المدرب دي نصر اللي بد يحاولي يستفيد من هالمبارات يعني لشوف فريقه كيف عم يتطور وأي تغييرات ممكن يعملها مشان هيك هذه الدورة كتير مهمة كبري سيزن المحطة الأخيرة للفرق قبل انطلاق الدورة وكمان عزيز عبد المسيح عم يضرب من جديد تاني سليسية على التوالي والأسست الرابع للفهد فعد عناتي بجري بيريد ما بينجح الريباوند كمالة صالح تضامن ممتازين لعبي التضامن ممتازين عم يلعبوا بسكتبول بالفعل رائع جدا وعزيز عبد المسيح المرة ما بينجح ألبرت زينون على الريباوند نص ديئ أبيب على نهاية الكورتر الأول الترنوفر على طوم عمار تقدم ستة لفريق التضامن روني فهد حلوة كتير حلوة كتير الأسست يا روني يعني ما حدا نتخير رحيقدر يوصلوا إياها لجرار حديديان كل كان عم يتطلع لحظه بعكس ما عم يتطلع كان قدر وصلوا إياها لجرار تحت السلة وهون دانيال أورتر ما كان عنده غير حل واحد ارتكاب خطأ على جرار حديديان لا يمنعوا من الجيل بسجل محاولة الأولي جرار هادي أول فريث رو عم يسجلة بها الدورة ثمين عم يسجل عشر نقط لجرار حديديان وخمسة أسست لروني فهد طم عمار بيرد طم عمار بيرد طم عمار بيقول الحكام ما قدتين تحت عمزان رئيس لجنة المنظم لدورة عريش الهوب السيد ناديم حكيم روني فهد روني بيخل الطابة بوصله إلى عزيز عبد المسيح بيقود تسديد السليسي كيفين روجرز على الريباوند والكورتر الأول مشاهدين عم ينتهي بتقدم فريق التضامن على حساب ميروبا بفارق السطناءات يعني أكثر المتفائلين بجمهور التضامن ما قرروا بيتوقعوا أنه يقدر الفريق الفريق الزوئي يمشي مع ميروبا ميروبا تقريبا بكابل صفوف بغياب كالفين كيج بس التضامن من دون ولا أي أجنب بتشكيل اللبنانية كاملة وهذا الشي اللي أكدوا المدرب بول كافتر قبل انطلاء المباراة قال هيدا أفضل فرصة لأعطي كل اللاعبين تشانس وما رح يكون عندي هيك فرصة ما قدر استغلها عم يستغلها لأقصى الحدود وبالفعل اللاعبين عم يردوا للمدرب الجميل وعم يقولوا له نحنا بالفعل قده حضرين وجهزين وهيدا الشي رح يعتسق كتير خاصة لليعبين مش لعبين كتير بالدرجة الأولى يعني اوكي روني فهد عنده خبرة بالدرجة الأولى بلال طبارة عنده خبرة بالدرجة الأولى بس عم نشوف عزيز عبد المسيح عم نشوف جرار حديديان فريد أبو جودة كمان خبرة مقبولة بالدرجة الأولى بس كمان عم يستفيدوا ليلعبوا ضد فريق بكامل صفوفه عم يفرج المستوى كتير كبير وبتصور المدرب بول كافتر حاطت فريقه على السكة الصحيحة وبتصور جمهور زو أمكيل اللي هو جمهور كتير كبير وعبي عشق كرة تسلي رحكون عنده فريق خطر جدا ببطولة لبنين عم تشوف دانيال أورتن لجانب كالفين كيج اسمي كبير بس بالفعل بتصور كان عنده إصابة يمكن دانيال أورتن لأنه يعني هيدا اللاعب مضي كونتريات كبيرة بالمبيئي ومنه لاعب كبير يعني موليد الف وتسعمية وتسعين يعني منه لاعب خمسة وثلاثين سنة ستا وثلاثين سنة جاية يعني خلص يخلص الكاريير بالنسبة لأله يعني بس قريت بروفايرو اتفجأت أنه موجود بالليج اللي بنينا لكن بتصور عنده مشاكل دانيال أورتن منه حاضر بسبب إصابة تعرض له وبعد بس ترجع الجيم شايب بالنسبة لأله وكمان زياد أنه هو هيز رول بلاير منه لاعب يعني بابتكاز بقدر يعمل كل شي تستيدي سوليسية عم يساجل ماركو رجعه من أول أطام تلقله بالجيم عم نشوف لعبي التضامن جرار حديديان تستيدي سوليسية ما بساجل جرار الريبوند دفاع لمارك يعني ماركو رجعه من اللاعبين المشاكسين جدا ممكن أكيد يساعد فريق ميروبا لأنه فريق ميروبا بحاجة لأكتر لعبي قيتلوا مثل ما كانوا قيتلوا لعبين تضامن كيفين روجرز مع الباكبورد بساجل كيفين نقطة تامنة بنزل الفرق إلى ثلاث نقطة فريد أبو جاودة بيأخذ التسليد السليسية الريبوند رح يكون البيوتر رح يكون لصالح فريق التضامن علي فخر الدين على أرض الملعب جاد خليل كمان تغييرات بصفوف فريق التضامن يعني فيه اثنين بونجرز على أرض الملعب من فريق التضامن روني و جاد فريد بيعمل فيك بيقترب توصل لفخر الدين علي علي فخر الدين تحت الضغط تحت الضغط علي فخر الدين بطلع على برا عن جاد خليل اللي بيقوة تسليد السليسية ما بيسجل كمان لصالح روني فريد لجرار جرار حديديان بيعمل درايف في خطأ سبع سليسيات لفريق التضامن اللي هلأ بالجيم جرار حديديان لفريد أبو جاودي سبعة من تسعة تاعش برسنت ستة وثلاثين بالمية و جاد خليل دعانها الفرصة بضيع جاد شيء اللي بيخلي كيفين روجس يعمل الريباوند ووقت ماركور جان كميع مضيع محاولة علي فخر الدين على الديفانسيف ريباوند وتسليد السليسية من جاد خليل ما عم تنجح فخر الدين بيخطف الطاب من إيديه لطوم غمار وبسجل كوستي اللي استعان فيه المدرب اللي نصر بهالوقت كوستي اتسي كاميرا روجرز محاولة سليسية ما عم يتمكن متجين وضعشم ترجع لصالح فريق ميروبا كمين عم يستعين بماتيو ديب المدرب اللي نصر طوم عمار تورن أوفر على طوم يعني إذا قدر طريق التضامن اليوم يفوز بتشكيلة الليبنية رح بيكون على المدرب بول كافتر بالفعل عم يعطي درس كتير مهم جرار حديديان جرار بيعمل موف حلو كتير الموف يا جرار حلو كتير الموف يا جرار حديديان فوتورك ولا أجمل من هيك عم يقدر يسجل نقطة الاثناش هو بلال طبارة الأفضل تجينا باثناشر نقطة كيفين روجرز تجينا بسجل كافن فريق ميروبا كيفين بيعمل سكرين كوستي بسدد محل كتير بعيد ما بينجح بالمحاولة علي فقر الدين بسهولة على الريباوند فريق التضامن عم يركضوا كتير بهالمبارات لاحظوا تابطهم على السادت أوفنس يعني حتى ما بتبرم كتير بوقت روني فهد بضيع المحاولة ريباوند جديد حتى صالح فريق ميروبا مارك وطابة فريد أبو جودي عم حتى بالآوت بعد ما شفنا البريس الشهيرة يلي لعب أمام هومنت من فريق التضامن بهالمبارات ممكن بأي لحظة يعتمدها المداد ببول كافتر جرار حديديان ما بينجح جرار ريباوند لصالح فريد أبو جودي كمان يعني بيعتروني فهد لفريد فريد بيأخذ الأوبن شات ما بيسجل فريد أبو جودي وكمان الطابع عم توصل من جديد لعلي فخر الدين يلي بيضيف نقطتين جديد أربع نقط لفخر الدين الفريق ميرجا زيد لخمسة طوم عمار خطأ لصالح طوم باتريك شهوين على أرض الملعب بدلا من فريد أبو جودي سبعنا أطوى ريباوند لطوم بسجل محاولة الأولى جرار على الريباوند عزيز عبد المسيح بيأخذ التسديد لا لا عزيز عبد المسيح بسأة كبيرة بسدد للمرة الثالثة بنجاح عن الأرق تسع نقط لعزيز ثمان ثلاثيات لفريق التضامن باتريك شهوين لقوستي كلال طبارة برجع على أرض الملعب بدلا من جرار عم يبلش المدرب قفصر يكبر الروتيشن تورن أوفر على فريق ميروبا بانيال أورتن على أرض الملعب من جديد بدلا من ماتيو ديب روني فهد كمان عم يسدد وعم يساجل الفهد للمرة الثانية بها المبارات تسع من ستة وعشرين عن الأرق للاعبي التضامن وعم يعملوا فريق عشر نقط المدرب إلي ناصر بيطلب تايم أوت أم انظر بيطلب تايم أوت تحقه ترجمة نانسي قنقر 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 عزيز عبد المشيح في اخترق كمان ينجح المرة بالمحاولة الريبوند لطوم وكيفين روجرز كمان عم ضيع كيفين الريبوند للفهد فاتر الدين فاتر الدين ما بيت ناكمل تجيل كيفين روجرز على الريبوند طوم عمار ما بي نجح كمان أوفنسي بريبوند للغالب عالب لطوم ما عم ننجح طوم إلي غالب عالي كتير على الريبوند كان إلي بالفعل يعني من محل بعيد قدر جيب الريبوند والغالب عم نسجل نقطه السيكسي بوقت قليل على أرض الملعب إلي غالب ست نقاط صار رصيدو لعب التضامن السابق مع الفهد مع الفهد بسجل علي فحر الدين سبعة عشر نقطة لعفوا عشر نقطة لعلي فحر الدين الي غالب بسجل الغالب كمان من نقطة الي غالب وكمان بياخد الخطأ اشتركوا في القناة خليل بسجل. اول سلة لجاد. بالعادة لاحظوا لاحظوا. كيف عمل تليق على السلة وسجل جاد. بالمحاوة لجاد خليد نقطة التالت بالجايم. ونقطتين جديد لألي غالب. حلوي كتير. حلوي كتير التمرير من جاد. وفقر الدين بسجل. مقطة الاثناش. كيرق برجع سبعة عشر بنقطة إلي غالب. أفضل لعبي ميروبة بالكورتر التالت. ما بينجح في المحاوة لفقر الدين على الريباوند. 11 ريباوند لعلي فقر الدين. عمل دابل دابل. جرار حديدين. جرار يعمل الموف. في خطأ من ماتيو ديب. سبعين تلاتة وخمسين. الأولى بسجلها جرار. 13 نقطة لجرار حديدين. مع شكري باوند. بسجل كمان الثانية. تصل تحت السلة حلوة الفنش من ماتيو ديب. تسجل أولى نقاطه ماتيو. عزيز عبد المسيح. عزيز بمرر شو حلوة هالفوتور. شو حلوة شو حلوة يا فقر الدين. ولا أجمل من هيك. 14 نقطة لعلي فقر الدين. نفرجينا هالموسم عن لفل مختلف. محاولة ونقطة لصالح جوني لطوف. هذه الأولى نقاطه لجوني لطوف. جاد. كمان فقر الدين على اللو بوس. بطلع لبرة عنده عزيز عبد المسيح. كيفين روجرز. ونقطتين عم يتسجلوا لطلع فريق ميروبا من كيفين. 16 نقطة لكيفين روجرز. مع سبعة ريباونت. أفضل سكورل بالمباراة لهلأ هو عزيز عبد المسيح ب 18 نقطة. المحيوة اللي بتنجح من كيفين. نقطة 17. ونشوف دانيل أورتن. اللي غالب كمان على الريباون. اللي غالب كمان على الريباون. اللي. 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ساعة عشر نقطة لكيفن الفارق اتناعشر نقطة فاريد ابو جودة لجاد جاد خليل بينجح بالمحاولة كمان جاد سبع نقطة لجاد اخر سوان الكورتر التالت محاولة سليسية كمان عم سجلة جوني لطوف يعني جوني قدر ساعد هو وقلي غالب فريقه بشكل لافت جدا بالربع التالت ثماني قاطلى للطوف 11 نقطة لقلي غالب الفارق 11 نقطة 79-68 ما فيش نتابع هالمورات فريق ميروبا بالكورتر التالت افضل بكتير بجالي شفناي باول بثاني كورترز نتشوف كيف رح يكون الكورتر الاخير اذا رح يقدر التضامر رح حافظ على تقدمه او فريق ميروبا رح يقدر يستفيد ويحقق اول فوز ازاقلو بدورة حريشة الهوب بالنسخة التالية 30 نقطة قدر سجل فريق ميروبا بالربع التالت بقابل 23 لفريق التضامن المباراة اللي يكون حوالها ساعة ستة ونصف بين هومنتن والمتحد بتحمل عنوين عديدة اول شي اكيد عنوين التأهل للدور النصف في النهاية هذا العنوين الاساسي والابرز لكن كمان العنوين التاني هو مايك تايلر مايك تايلر اللاعب فريق المتحد السابق رح يلعبده تفريقه على ديم وفيه يعني تنافس على مايك تايلر بالنسبة للريليس لانه بتعرفوا اللاعب لما يكون عم يلعب مع فريق بالموسم يلي بعده ما بيقدر يلعب مع فريق اخر الا زا اخد الاستغناء من فريقه السابق ويحكي انه المتحد عم يرجع يطلب خدماته مايك تايلر لينضم لفريقه السابق كوستي بساجل كوستي اول سلي للاتسي بالمبارات الفير انزل لتسعة وربية حرة اضافية بساجل كوستي نقطة التالتة هم تشوف البراسي العمي العباء المدرب قليل نصر في لالتبارة هبينجح بالمحيوة لكمان البواداشة نحكول لصالح تضامن اصدقت الله لكنهي هو وضع يعمل تحديث سي bukan اخيfar فائéntة من ابباره مثال ولا يقف الآ�� بأس واه مقطتين جديد عم يتسجلوا كمان لصالح ميروبا والفارق نزل لثماني علي فقر الدين تحت السلة ممتازة هالحركة مع علي فقر الدين 16 نقطة لعلي فقر الدين بيرجع بيعمل فرق عشرة عزيز عبد المسيح كمان بيروح لا يضيف نقطتين جديد 20 نقطة لعزيز لا تسويني بيبقى طوم بياخد التسليد السلسي وبسجل طوم عمار الاولي اللي قاله عن الارك بهالجيم الفارق عم ينزل لثمانات فروني فهد عم يتحضر للعودة لأرض الملعب حمية المباراة في الكورتر الأخير وبلال طبار عم يخطف الأوفانسي بريمونت من أمام لاعبين نادي ميروبا بلال بسدد ما بيرجح بالمحاولة البعيدة بلالطوف طووف لا ماتيو ديب كمان ما بينجح إلي غالب شغل كبير عمله لهلأ بالجيم 13 نقطة لألي غالب روني فهد محاولة صلسية بسجل الفهد للمرة الرابعة بهالمباراة والأسست الرابع كمان لجات خليل بيرجعوا بيعملوا الفارق عشرة كلي غالب بطلع الطابر للطوف تطلع للآوت تورن أوفر على فريق ميروبة عزيز عبد المسيح عميرايحو المدرب بول كافتر تورن أوفر كمان من جهة فريق التضامن توم عمار ما بينجح بالمحاولة لروني فهد موجود على الديفانسف ريباو جاد لفكر الدين جراد حديدين على اللو بوست فكر الدين لروني فهد خمس سويني بيبقى للفهد وصلي على بلال طبارة يلي بيخترق على السلة وبسجل بلال 19 مقصر رصيده لبلال طبارة ووقت اللي غالب عمضيع المحاولة والطبارة على الريباوند جامل روجرز عن يتقدر للعودة لأرض الملعب جرار حديدين خطأ لفالح جرار 14 نقطة 6 ريباوند واسست لجرار بسجل الأولي جامل بسجل جامل روجرز عن يتقدر لفالح جرار جامل روجرز عن يتقدر لفالح جرار جامل روجرز عن يتقدر لفالح جرار خمس دقائق وعشر سواني بيبقى لنهاية الجيم تقدم 12 نقطة لصالح التضامن بتشكيل اللبنانية كاملة ولا مرة شارك أي أجنبي لألهم بهالجيم ميروبة لعبوا بأجنبيين دانيل أورتون وكيفين روجرز بس مشكل الوقت وجرار حديدين عم يعمل بلاك شوت عم تشوف إلي رستوم لعب المتحد كمان مقطوعة علي فاكر الدين بسجل فاكر الدين بسجل 18 نقطة لعلي 10 نقطة 13 ريبونت لعلي فاكر الدين بهالجيم كيفين روجرز تحت السلة بسجل كيفين نقطة لعشرين أو عفوا نقطة الواحدة وعشرين فهد تسديدة سوليسية ما بتنجح قوستي بمرد لأدام عند إلي غالب اللي بسجل بطريقة استعرضية نقطة لخمستاش بيرجع ينزل الفيرق لعشرة تاني أفضل سكورر بفريق إلي غالب من الكورتر التالت شارك وسجل هلأ 15 نقطة كمان هوني عم يعمل ستيل إلي غالب جوني للطوف ما بينجح بالمحاولة جاد خليل على الريبونت جاد بمرد للفهد فاكر الدين عم يستلم تحت السلة مقطوعة من دفاع ميروبة تمريرها تحت السلة وخطأ لصالح الغالب تقريب لي عم تشوف الفاول يلي قدر يخده إلي هكون عنده فرصة لنزل فارق لتحت العشر نقط قبل تلاتة ضعية ومص تقريبا تضيع المحاولة الأولى السجل الثاني عم تشوف الزون براسيا لعني العباء المدرب إلي نصر تورن أوفر على عزيز عبد المسيح تورن فهد وقريد عبو زودي على معياد الاحتياط توم عمار بينجح بالمحاولة تمريرة ممتازة من قوستي 17 نقطة لطوم 7 نقاط الفارق بعد مكان 18 على الهاب تايم ووصل لعشرين كبين جات خليل برد بسجل نقطة 9 عجاد إلي غالب محاولة صلسية ما بسجل إلي يعني جرار عرف كيف يعمل بوكس آت على كيفل روجرز لا يمنعه يستفيد من الأوفنسف ريباون جات خليل بسجل جات تحت السلة بسجل بلال طبارة 21 نقطة لبلال يعني علي فقر الدين عشرين نقطة عزيز عبد المسيح عشرين 21 للاعب بلال طبارة يلي بيرجع بصير أفضل سكورر بالتساوي مع كيفل روجرز بالمباراة لهلأ إلي غالب بضيع المحاولة كيفل روجرز بحاول يتابع لكن المحاولة ما بتنجح بلال بسدد وبسجل بلال طبارة 3 أو 20 نقطة لبلال واحدة من أفضل مبارايته وهون كمان اللطوف عم ينجح بتجيل نقطة الـ 12 كمان جوني لطوف بالفعل يعني من الشرط التاني عمل مباراة كبيرة هو وقلي غالب وقوستي إتسي كمان كمان بلال حلو كتير هالموف يا بلال مقطة الـ 25 للطبارة مية ودنين تسعة وثمين كيفين روجرز طبارة على الريباون دوين ما كان بلال طبارة اليوم جاد خليل جاد 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 دعشر نقطة لجاد خليل ولا أرواح لحظوا بالإعادة لحظوا بالإعادة الشعور لجاد خليل طب ما بينجح بالمحاولة جاد خليل كمان على الريباون أقل من ديقة واهاها اي لوب ديس جيم ما معقول جاد خليل جرار حديديان فرجونا وحدة من أجمل السليت بهالدورة لحظوا بالريبلاي شو عملو حلو كتير الأليوب حلو كتير الأليوب والحديديان عم يطير 19 نقطة لجرار حديديان كوستي كان عم نسجل نقطة السابعة عم نشوف المدارب بول كافتر يلي ارتاح بعد ما يعني اليوم استعان بلاعبين لبنانيين بس وفرجوه أنه جاهزين حاضرين لقبل انطلاق البطولة فريق التضامن برجع بذكر لازم جمهور زون كاي اللي يبلش يرتاح لأنه راح يكون عنده فريق خطر على كل الفرق بالليك اللي بني نقطتين جداد لصالح علي فخر الدين 22 نقطة لعلي فخر الدين والمبارات عم تنتهي فاري بلاي بين الفريقين التضامن إذن بفوز بنتيجة 191 هنا الفوز الثالث على الطوالة لقلوا بالدورة في ميروبا بيطلق الفسارة الثالثة على الطوالة بتبقى بالمجموعة الأولى مين راح يرافق التضامن لدور النصف النهائي هومنتمن أو فريق المتحد ساعة ستة ونصف الجواب راح يكون ابتداء من الساعة ستة ونصف إذا راح نشوف مين راح يتأهل لدور النصف النهائي هومنتمن أو المتحد لايف على الالبيتو مشاهدينا بتقدروا تتابعوا المباراة بدي أشكر أكيد حسن المتابعة من التأسي على ستة ونصف رجع بذكر على الالبيتو إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر